عموماً في تقرير في لقاءات تتعاملت مع الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز على فنار بخشة بهدف مقابل لشيء وتصدر الآن المجموعة بست نقاط نطلع نشوف ماذا قال اللاعبين والجهاز الفني ونرجع بعد هذا التقرير الحمد لله بحمد ربنا بشكل فضل على الفوز التاني وان شاء الله بإذن الله نكمل البطولة ونكملها على خير ونحصل عليها ان شاء الله بإذن الله زي السنة اللي فاتت أنا مبسوط من الروح عودة الروح تاني لفريق 2007 وده امتداد لمتشات الدوري نكون نمتشين بشكل كويس الحمد لله رب العالمين فاضل لنا متشين ونحسن بطولة الدوري ان شاء الله بإذن الله فقدر ربنا جات لنا الدورة دي دورة دولية واحتكاق قوي بنقدر نقيس فيها مستوى اللعيبة بتاعتنا على مستوى الفرق الأوروبية ان شاء الله بإذن الله نحسم البطولة النادي الأهلي حسمها السنة اللي فاتت وكان حامل اللقب السنة دي فان شاء الله بإذن الله نحتفظ بالبطولة الثاني سنة على التوالي ان شاء الله بإذن الله دي شخصية اللعيب جوه قطاع الناشين في النادي الأهلي اللي بيتربع عليها مفيش حاجة اسمها خوف النادي الأهلي مسمع في العالم كله في الشرق الأوسط فالنادي الأهلي معروف في العالم كله فمفيش حاجة اسمها خوف ودي شخصية اللعيب داخل القطاع الناشين في النادي الأهلي بنعوده أنه يلعب تحت أي ظروف وتحت أي ضغطات والحمد لله ربعين لعبك هنرجالاً النهاردة وإن شاء الله بإذن الله نكمل على خير الحمد لله النهاردة كسبنا المتش التاني على التوالي والحمد لله ساعدنا للدور اللي بعد كده إن شاء الله عايزين نكمل ونكسب البطولة إن شاء الله الحمد لله بعد المتش مبرع في آخر المتش حسيت بواجعة شواية في الخلفية فعلاقحت النهاردة وإن شاء الله بقى موجود بكرة في المتش إن شاء الله هزج البكرة الأجواء العامة بتاعت البطولة 12 فرقه 6 فرق أوروبية و6 فرق مصرية أعتقد اللي هي دورة قوية جداً مفيدة لكرة المصرية مدارس مختلفة المصريين بيلعبوها الأهلي زي مالك أم بي زيد المقاولين بيرامد 6 مدارس مختلفة بيلعبوا مع دول أوروبية احتكاق قوي جداً فرصة كمال الجهاز موليد 2007 اللي هو يتفرج على الدورة يمكن متواجدين وأنا متواجد بصفة مسلمانة برضو عشان يبقى فيه اختيارات قوية بالنسبة لنا ومسوى البطولة عالي جداً 12 فرقه بش سهلة إمكانيات عالية جداً وهي دي يعني دي مكتالت دورة عملية تزد أو السنة الفادت كده 2006 وبعدين في يناريت عاملت 2009 والنهاردة أو المدة دي 2007 طبعاً حاجة يعني كويسة جداً لكل الفرق المصرية عشان نحتاجك مع فرق من برجة مصر ده طبعاً بيدينا خبرات في السنة ده وكمان بعدين فطبعاً حاجة كويسة أو الحمد لله ناردة كسبنا واحد سفر عفان البخشة الحمد لله سجلت الهدف وطبعاً إن شاء الله نكسب بكرة ونصعد أول ونأخذ البطولة إن شاء الله وماتشين صعبين طبعاً كل مشاهدة تبقى صعبة عشان دي بطولة دولية وفيها فرق من كل أنحاء العالم يعني وإحنا هدفنا إن إحنا نخدها إن شاء الله كابتن تامير حيفني وكابتن محمد شوقي دايماً بيكلموني قبل الماتش وكابتن واليد سليمان إن إحنا لازم نكسب إن إحنا دي الأهلي ما تفرقش معنا من إنجلترا من أسبانيا من أي حيطة إحنا لازم نكسب أي ماتش طبعاً تقرير مهم جداً مع نجوم ولعبي قطاع الناشيين مواليد 2007 ولسه المشوار طويل ولسه الأحلام والطموحات أكتر في الفترة اللي جاية المهم الاستمدارية ده شيء مهم جداً في هذه المراحل السنية وما يكونش فيه ثقة زيادة عن الحد ده مهم جداً عشان تقدر تبني يعني جيل يكمل على مشوار الأجيال السابقة اللي كانت موجودة في قطاعات الناشيين